السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم فيديو جديد على قناة دكتور كوميوتر. النهاردة هنتكلم عن شرح جميل جدا. ونسألتنا عليه فيما يخص الواتساب وهو حل مشكلة الستاتيوس او الحالة. اللي ما بيزهرش عندي عدد المشاهدات عليها. المفترض ان انا لما بخش اعمل حالة على الواتساب عندي. تمام? بيبقى موجود على الحالة بتاعتي عدد المشاهدات. زي ما احنا شايفين مثلا هنا كده على الشمال. احنا شايفين هنا ده. اتنين شافوها. شايفين احنا العالمية تلاتة شافوها كده. بيجي ان في مشكلة ان الستاتيوس بتاعتي او الحالة بتاعتي مش بيزهر لعدد الناس اللي آآ شاهدوها. طب ازاي حل المشكلة دي. المشكلة دي آآ بسيطة سهلة جدا. كل انا بعمل بفتح الوقت زي ما احنا شايفين اهو. بروح على التلات نقط اللي فوق دول كده بضغط عليهم. بروح على الاعدادات الاعدادات بضغط عليها. ومن الاعدادات بروح على الحساب. ومن الحساب بروح على الخصوصية. ومن الخصوصية بيبقى الاعدادات زي ما احنا شايفين كده. تأكد ان اخر ظهور اختار الكل. تمام? الصورة الشخصية الكل. الاخبار الكل. اه اه انا غيرتها. اسف. الكل. تمام. الجهات الاتصال. الحالة. خليها جهات الاتصال. لما الناس اللي عندي بس هم اللي يشوفوه. تمام? طيب انا بتأكد من كل دول. بعدلهم زي ما احنا شايفين. بخليهم كلهم الكل. تمام? ممكن بعمل كده برضو عشان اتأكد. الخصوصية. نحن كل الكل. الكل. جهات ارتصال. يبقى لازم اتأكد ان الاعدادات زي ما احنا شايفين كده. موجودة بنفس الوضع اللي قدامنا ده. بعد كده ان شاء الله هتلاقي المشكلة بتاعت الاستاتيوس المشاهدات. عداد المشاهدات على الحالة بتاعتك او الاستاتيوس بتاعك اتحل. وتم حل المشكلة بكل سهولة. اه اتمنى يكون الفيديو واضح وسهل. لو في السف صار اتمنى اشوف التعليقات. لو الفيديو اعجبك اعمل له لايك. لو اسف بي غيرك اعمل له مشاركة. لو مش مشترك معنا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى اكون من مشتركين معنا. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.